اشتركوا في القناة وطبعا السنة تانية احنا عارفين ان العام ده الذي اجتمعت فيه كلمة المسلمين بعد تناثر الحسن ابن علي ابن ابي طالب لمعوية ابن ابي صفيان عن الخلافة ومبايعته وهو واخوه الحسين طبعا حقنا لدماء المسلمين وجمعا لكلمة وده كان سبب تسمية العام ده بعام الجماعة السؤال التاني بما تفسر نقل معوية ابن ابي صفيان عاصمة الخلافة الى دمشق طبعا هي عاصمة الخلافة كانت في الكوفة هو معوية ابن ابي صفيان نقلها من الكوفة الى دمشق يدرى ليه؟ برافو ده طبعا حتى يكون بين مؤيديه او ممكن نكتب بين انصاره ثلاثة بما تفسر انشأ الخليفة معوية ابن ابي صفيان ديوان الخاتم ليه؟ بهدف حفظ وختم مرسلات الخليفة يعد عهد الوليد ابن عبد الملك العصر الزهبي للدولة الاموية يدرى ليه احنا بنعتبر ان عهده كان عصر الزهبي؟ ليه؟ احنا هنا طبعا مطلوب مننا ان احنا نكتب الاعمال اللي قام بيها الوليد ابن عبد الملك اثناء وليته للعهد طبعا لانه اهتم بالعمران فبنى المسجد الاموي بدمشق واعاد بناء المسجد النبوي بالمدينة المنورة وكمان وسع الحرم المكي بمكة المكرمة وماهد الطرق وحفر الابار زائد طبعا الفتوحات الاسلامية اللي وصلت جيوش المسلمين الى بلاد الاندولوس غربا واقليم السند شرقا زائد طبعا تقديم الخدمات الاجتماعية للناس كالرعاية المرضى والمعاقين والفقراء بما تفسر اطلق المسلمون على عمر بن عبد العزيز خامس الخلفاء الراشدين ده ليه بسبب ما عرف عنه من العدل واستشارته للعلماء في امور الدولة زائد الاعمال التي قام بها لصالح الدولة الاسلامية وده بما ادى الى انتشار الرخاء والعدالة الاجتماعية كراهيت الموالي للامويين طبعا السرطان احنا فكرين من هم من الموالي هم من الذين دخلوا الاسلام من غير العرب من البلدان المختلفة وترى الموالي كانوا بيكرهوا الامويين ليه ده طبعا لان الموالي كانوا يرون ان الامويين يفضلون العرب عليهم سر ضعف والسقوط الدولة الاموية هين هنكتب الاسباب اللى قدت الى سقوط الدولة الاموية واللي كانت طبعا انه تولى六 خلفاء ضعفاء بعد عمر ابن عبد العزيز نركز انه بعد عمر عبد العزيز هو اللى بدأت يتولى فيها الخلفاء الضعفاء في الدولة الاموية وده اللى قد ايه الى سقوطها اتنين ضعف الامراء والصراع ما بينهم نتيجة لتعيين اثنين في ولاية العهد زائد كمان الصراع بين قبائل العربية على النفوذ والمناصب المهمة وكمان كراهية الموالد للأمويين زائد كمان قصرة الفتن والثورات التي قام بها الشيعة والخوارج زائد إن كمان في حاجة تانية ابتدت تظهر هي الدعوة العباسية وضع أبو مسلم الخرصاني حيث تمكن العباسيون من هزيمة الأمويين في معركة الزاب عام 132 هجرية ومقتل آخر الخلفاء الأمويين مروان ابن محمد في مصر ولكن هنا بما تفسر يعد أبو جعفر المنصور المؤسس الحقيقي للدولة العباسية يترى ليه إحنا نعتبر هو المؤسس الحقيقي طبعا ده لأنه نشر الأمن والأمان في كافة ربوع الدولة الإسلامية بالقضاء على الفتن والثورات زائد إنه هو راقب الولاء وحسبهم وبانى مدينة بغداد واتخذها مركزا للخلافة دي الأعمال أو ما تم إنشاؤه في عهد أبو جعفر المنصور واللي بيه هو بيعتبر المؤسس الحقيقي أو أطلق عليه المؤرخين المؤسس الحقيقي للدولة العباسية بما تفسر اهتمام الخليفة المعتصم بالجيش يترى إيه سبب اهتمام الخليفة المعتصم من أهم الأعمال التي قام بها أنه كان مهتم جدا بالجيش ده طبعا لأنه كان بيواجه السورات فهنا إجابتنا من أجل القضاء على السورات التي نشمت في عهده ومحاربة الروم بما تفسر ضعف وسقوط الدولة العباسية معنا كده إحنا هنكتب الأسباب اللي أدت إلى سقوط الدولة العباسية واللي كانت منها سنة تانية سيطرت العناصر الغير العربية زي الفرس والأتراك على نظم الجيش والإدارة بالدولة لكسرة استعانة الخلفاء بهم زائد زيادة الأطماع في الدولة العباسية لاتساع رقعتها زائد السراع بين أبناء البيت العباسي على الحكمة لتوليد العهد الأكثر من واحد زائد إن كمان تولى الحكم خلفاء ضعفاء في العصر العباسي الثاني مما ساعد البنغول على القضاء على الدولة العباسية عام 656 هجرية واللي بيقابله في التاريخ الميلادي 1258 ميلادية قيام الدول المستقلة في مصر في العصر العباسي الثاني طبعا في العصر العباسي أو في أثناء الخلافة العباسية ولكن في عصرها الثاني في الفترة الثانية من التاريخ طبعا ابتدت تظهر دول مستقلة في مصر وده بعدة أسباب منها أن تسبب ضعف الخلفاء العباسيين منذ بداية العصر العباسي الثاني وزائد كمان استعانة الخلفاء العباسيين بعض ناصر الغير العربية كالفرس والأتراك زائد موقع مصر وبعدها عن مركز الخلافة العباسية في بغداد كل الأسباب دي أدت إلى قيام وظهور الدول المستقلة في مصر بعيدة عن الخلافة العباسية بما تفسر اهتمام الفاطمين بضم مصر ترى إيه سبب اهتمام الفاطمين أنه هما كانوا مهتمين جدا أنه هما يدوموا مصر وطبعا هما حاولوا محولات كتير وكانت بتفشل ولكن خلينا هنا إيه أسباب اهتمامهم ده بسبب أهمية موقع مصر الجغرافي والسياسي قرب مصر من بلاد الشام والحجاز الثروات العديدة التي تتمتع بها مصر بما تفسر بناء جوهر السقلة لمدينة القاهرة طبعا هو بنهل برافو لتكون عاصمة جديدة لمصر ومركزا للدولة الفاطمية بما تفسر يحظى الجامعة الأزهر بمكانة عظيمة في العالم الإسلامي يترى ليه سنة تانية طبعا الجامعة الأزهر ده إحنا بنعتبره مؤسسة برافو لأنه أعظم مؤسسة دينية وعلمية لنشر الثقافة الإسلامية في العالم إلى يومنا هذا بما تفسر اهتمام الفاطميين بوجود جيش قوي في الدولة ده ليه لكي يساعدهم في الحفاظ على دولتهم وتوسيع حددها ونشر الأمن والأمان بما تفسر قيام الفاطميين بتدعيم الأسطول وتنظيمه في مصر تسود به بسفن الحربية وطبع الفاطميين كان مهتمين جدا بتدعيم الأسطول وتنظيمه بهدف حماية سواحل الدولة الفاطمية الممتدة من المغرب إلى الشام بما تفسر انشاء الفاطميين دوان الجيش والرواتب دواني يعني زي هيئة كده وإدارة خاصة بالجيش والرواتب ده ليه لتسجيل الجنود وتحديد وظائفهم بما تفسر ضعف وسقوط أو انهيار الدولة الفاطمية في مصر أسباب ضعفها بسبب ضعف الخلفاء الفاطميين بعد وفاة المستنصر بالله نلاحظ سنة تانية أن معظم انهيار وسقوط كل الدول بيكون بيبدأ بضعف الخلفاء فهنا أول سبب هو ضعف الخلفاء الفاطميين بعد وفاة المستنصر بالله نركز في الخليفة المستنصر بالله يعني بعد وفاة الخليفة المستنصر كل اللي بيتولى الحكم من بعده بيكون حكمه ضعيف ومما أدى إلى زياد نفوذ الوزراء وحدوث صراع بين شعور ودرغام واستنجاد كل منهما بقوة خارجية ونجاح صلاح الدين الأيوبي في إنهاء الخلافة الفاطمية بمصر وإقامة الدولة الأيوبية بما تفسر تسمية الحملات الصلابية بهذا الاسم ليه؟ لأن جنود هذه الحملات الذين أتوا من أوروبا اتخذوا من الصليب شعارا لهم ورسموه على صدرهم وأعلمهم بما تفسر معركة حطين 583 هجرية 1187 ميلادية أي أسبابها؟ طبعا بسبب اعتراض الأمراء الصلابيين الخاصة أرنط لقوافر الحجاج المسلمين والإسلاء عليها وقتل من بها ده طبعا سبب المعركة ثلاثة بما تفسر عقد ريتشارد قرب الأسد صلح الرملة مع صلاح الدين الأيوبي ليه؟ بسبب عقز ريتشارد قرب الأسد عن هزيمة صلاح الدين الأيوبي في الحرب التي خاضها ضده بما تفسر سقوط الدولة الأيوبية بسبب تدبير أمراء المماليك مؤمرة للتخلص من السلطان توران شاه اللي هو آخر سلاطيني الدولة الأيوبية وقتلوه تفسر تنازل شجر الدر عن الحكمة لعز الدين أيبك ليه؟ بسبب اعتراض الخليفة لعباسي على توليد أمراء الحكمة وطبعا هي تولد بس لمدة 80 يوم وبعد كده تنازلت عن الحكمة لعز الدين أيبك اتنين بما تفسر قيام سيف الدين قدس بعزلة منصور علي عن وتولى الحكمة ليه؟ بسبب حاجة البلاد إلى حاكم قوية تصدر الغزوة المغولية على مصر والعالم الإسلامي ومن ينساش أنه طبعا بسبب أن مصور علي كان صغير في السن فعلشان كده كان لابد من أنه يتم عزله ومن بعده يتولى قائد قوي ليتصدر الخطر المغولي اللي كان بيواجه مصر والعالم كله بما تفسر تدور أحوال مصر الاقتصادية في أخواء أواخر عصر مملك بسبب اكتشاف البرتغليين لطريق رأس الرجاء الصالح وفتح حاولت إليه التجارة بين الشرق والغرب بدلا من المرور بمصر بما تفسر سقوط دولة المملك بسبب التدور الاقتصادي لمصر بعد اكتشاف طريق رأس الرجاء الصالح وانتصار السلطان العثماني سليم الأول على المملك في موقعة مراجدابق بالشام 1516 ميلادية وموقعة الريدانية بمصر 1517 ميلادية وبعدها أصبحت مصر ولاية عثمانية ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة ترجمة نانسي قنقر